قرر أن يعود لأهله وعاد لهم لكن جثة بتابوت محمد شاب وصل لصربيا بعد أن كان مقيم في ألمانيا وفي صربيا ضمن رحلة العودة للوطن انقطع تواصله مع أهله لفترة تلك الفترة تبين فيها أنه مقتول ومدفون مع جثتين بطريقة ما تزل مجهولة وغامضة كما يقول والده الذي تحدث لنا عما حصل كان يدرس بألمانيا اختار طريقة أنه يرجع فرجع عن طريق النمسة ودخل صربيا دولة صربيا تعرض إلى مضايقات آخر مكالمة ويوالدتهم 25 ثماني حي يرزق واتصلوا إياه وبعتها ما حجث أي اتصال شو اخترفت بالله؟ رفاته عرفناه يوم 30-12 من صديق إليه خارج العراق عائلة المغدور تتحدث عن شهور كان فيها محمد مقتول ومدفون في صربيا والصفار العراقية هناك لم تبلغهم بذلك وفق حديثهم رغم التواصل المستمر معها عدم تبليغهم وإيضاح ما حصل والعدى عندهم استفهامات عديدة المقصر ما أقول هل سأقدر هذا فلان مقصر له ذاك لكن هو التأخير اللي صار كارثي خمس تشر خمس تشر إلى أنه إحنا بلغنا أنه هو نفس القنصر بلغنا أنه إحنا سمعنا ومتأقدين أنه يوم واحد خمسة بعد ما نقدر ننقل ابننا للعراق لأنه القانون الصربي ما يجوز حفر الجثث من تحت الأرض هنا ووعدنا أنه آني إن شاء الله أوقف آني كذا هذه الفترات كلها تأخير بتأخير آخر شيء دولة رئيس الوزراء الله يحفظه تدخل بالموضوع شخصيا بعد أجراءات عديدة وجه رئيس الوزراء بنقل جثمان الشاب محمد ووصل إلى بغداد وبانتظار تقرير الطب العدلي لبيان أسباب الوفاة وإيضاح الغموض الذي يكتنف قضيته من راصمة بغداد بدر ركابه التغيير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة